بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة حسام هيبا وأعضاء جمعية الأعمال التجارية المصرية السويسرية بحثوا فرص الإستثمار في مصر وخلال جلسة النقاشية نظمتها السفارة السويسرية تم استعراض محاور تيسير مناخ الإستثمار وتحسين بيئة الأعمال التي جاء من أهمها تسريع وطيرة حل نزاعات الإستثمار والقضاء على أي تعرقيل تواجه المستثمرين بهدف دفع ملف الإستثمار وجذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية فيما يخص التحول الرقمي أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة أن المنصة الرقمية لتأسيس الشركات سيتم إطلاقها في الأول من يوليو المقبل التي ستمكن المستثمرين من تأسيس شركاتهم إلكترونية